متى يصرخ العمود الفقري من الألم؟ الجواب واضح عندما يفقد توازنه إن كشف المسببات هو نصف الحل لكن يبقى التطبيق على هذه الصورة أحب أن أوضح لكم الأرقام التالية رقم واحد واثنين هو العمود الفقري رقم واحد من الأمام أو من الخلف يجب أن يكون باستقامة أما رقم اثنين من الجانب فيكون على شكل حرفين S بالإنجليزي ليمتس الصدمات أما رقم ثلاثة نلاحظ أن التقوس الذي يسمى كيفوسز في المنطقة الواقعة بأسفل الرقبة إلى منتصف الظهر زاد فيها التقوس للخلف فتعتبر أكثر من اللزوم وهذا يدل على فقدان العمود الفقري لتوازنه بسبب هذه الحالة أما رقم أربعة فنلاحظ أن التقوس الذي هو للأمام في منطقة منتصف الظهر إلى أسفل الظهر تسمى لردوسز إذا زادت على الحد المقرر لها فتعتبر فقدان لتوازن العمود الفقري بصورة واضحة وكما موضح بالرقم أربعة أما رقم خمسة فالعمود الفقري من الأمام أو من الخلف يكون في حالة أعوجاج يأما في مجال الرقبة أو يأما في منتصف الظهر أو يأما في أسفل الظهر ويقسم إلى أعوجاجات على حرف S بالإنجليزي أو C وتسمى حسب المنطقة التي يقع بها الأعوجاج فتقبلوا تحياتي وفاق احترام وتقديري أخوكم عدنان السمرمد مؤسس أكاديمية علم الحركة الواقعة في بغداد القادسية الأولى في الشرق الأوسط